فلسطين أماناً والتطبيع حياتاً رفضاً للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على إمعان السلطات المغربية في تمتين علاقاتها بالاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني التي تمخض عنها إبرام صفقات بملايين الدولارات في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة مشاهد الاحتجاج تكررت في 27 مدينة بمختلف أرجاء المغرب تلبية لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الشعب يريد تحرير فلسطين المتظاهرون تركوا خلافاتهم السياسية جانباً وتوحدوا من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتتزامن هذه الاحتجاجات مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق للتاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام بيان الجبهة أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو التعبير الشعبي عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمطالبة بإلغائه وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنه التي أبرمت مع نظام المخزن كما نددت بالجرائم الصهيونية وبممارستها العنصرية في حق الشعب الفلسطيني داعية أحرار العالم والمنتظم الدولي لتحمل المسئولية في مواجهة الانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في فلسطين مدن مغربية عدة على صفيح ساخن اختارت الشارع للتعبير عن حنقها وغضبها من تصرفات نظام المخزن الذي ذهب بعيدا في غيه ومنددة بالظلم وسياسة التجويع